اشتركوا في القناة في الوقت الحالي هو الصلاة صلاة من اجل الامور اللي شفناها في الفيديو الصلاة من اجل الناس فعلا اللي حقيقية فيه معاناة الصلاة من اجل ان يعم السلام على الجميع تعليم المسيح بتعلمنا ان احنا نصلي من اجل ان الجميع يعرفوا ومش بنصليوا بس لكن بنسعى لكده من خلال الكرازة بالانجيل اللي هو البشارة السارة للجميع كمان عايز اقول لحضراتكم ان وقت لما واعتقد كل مسيح يعرف الكلام ده وقت لما كان المسيح موجود بالجسد في الأرض كان يعني بيتنقل في الأماكن في النصرة وفي اليهودية وفي الجليل وأرشاليم وباقي الأماكن اللي الكتاب المقدس في الأنجيل ظهرها كان المشهد اللي بيورهنا الكتاب المقدس اللي بيتورهنا الأنجيل المشهد في الوقت ده كان مشهد سياسي بالكامل كان فيه كمان احتلال من الاحتلال الروماني كان موجود لكن الرب يسوع المسيح وزي ما بتقول لنا كلمة الله أنه ثبت وجهه لينطلق إلى أرشاليم وأن وجهه كان متجها نحو أرشاليم والكلام ده موجود في لوقة السحية التاسعة عدد 51 و 53 يعني الرب يسوع المسيح كان محدد بالهدف وبالعمل اللي هو جاء من أجله وجاء من أجل تتميم وهو أهم حاجة للرب يسوع كان قلبه عليه وكان بينظر لي في الوقت ده اللي هو فداء وخلاص الإنسان يعني كان جاي عشان يتمم كل المقاصد الإلهية الصالحة للإنسان عايز أقول أن الطرفين ولازم كمسيحيين نعرف كده أن الطرفين قضيتهم دينية واحد عايز يسترد مكانته وعلقته بالله من خلال استرجاع الهيكل وتقديم الزبيحة لغفران خطاياهم كأمة أو الطرف الآخر وبناء على ما رواه رسول الإسلام عن الإسراء والمعراج والحادثة دي بتاعت إسراء والمعراج اللي محدش أصلا من اللي كانوا حواليه صدقوا فيها إلا أبو بكر بن أبي كحافة واللي هو يعني سيب عليه وقال له خلاص خلاص يا رسول الله أنا هكون بسدقك فبسبب الأمر ده أصبح واخد لقب أبو بكر الصديق إلى الآن يعني فالمسلمين عايشين كأمة وليس قضيتهم قضية الشعب الفلسطيني كشعب لكن دي قضيتهم كأمة وأنا كمان هخلي حضرتكم تشاهدوا فيديو من قادة واحد من قادة حماس بيقول إيه فالموضوع قضية دينية فهي قضية كأمة يعني عايزين النصرة للإسلام على عدو الإسلام اللي هو بالنسبة لهم اليهودي فهم عايشين على حلم أو رجاء أن يتحقق قول رسول الإسلام أن الشجر والحجر هينطقوا ويقولوا خلفي يهودي يا مسلم أنا خلفي يهودي تعالى اقتله يعني حلم المسلم هو قتل وإبادة كل اليهود عن بكرة أبيهم لكن أنت كمسيح موقفك مفروض يكون موقفك أخلاقي إنساني تجاه كل البشر وإنت كمؤمن كمسيح مؤمن تعلم أن الله في العلا أقدر الله وحده هو اللي يقدر وعارف أنه هو يرى ويلاحظ وعارف أنه ليه توقيت وليه زمن هيتدخل فيه فهو الرب اللي مكتوب عنه أنه هو بيغير الأوقات والأزمنة يعز الملوكا وينصب ملوكا يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما عشان كده الإيمان المسيحي الحقيقي والصحيح بيكشف زيف الأغراض والتوجهات التي لا تسعى لتمجيد رب المجد فالطرف المسلم والطرف اليهودي لغاية دلوقتي إلى الآن هم مشتركين وعلى نفس الخط عندهم وفي داخلهم عداوة لصليب الرب يسوع المسيح مع أن صليب الرب يسوع المسيح هو قوة الله للخلاص لكن عداوة المسلم بنلاقيها أكتر من عداوة اليهودي ليه لأن فيها رفض وفيها تطاول وفيها سخرية بعد أن فهم طبعا أما عداوة اليهودي فهو يعني أنه بينكر بينكر أصلا أن الرب يسوع المسيح هو المسيح المنتظر هو لغاية دلوقتي منتظر قدوم المسيح فهو بالنسبة له المسيح لم يأتي بعد لكن هو في انتظاره أما إيمان المسيحي فهو قائم على ثوابت وعلى أساس كتابي واضح وصحيح يعلن أن الله واحد الله كامل في كل طرقه وفي كل صفاته إله غير متغير أعلن عن نفسه من أول سطر في سطور الكتاب المقدس أنه هو الله واحد ويشهد كل الكتاب المقدس على ذلك فليس لدينا تعدد الآلهة كما يعتقد المسلم أو أن الله بيتغير حاشا حاشا أن يعتريه زل دوران الله لا يتغير فهو الله واحد كتاب واحد حق واحد إيمان واحد فكر واحد طريق واحد لخلاص الإنسان وهو من خلال عمل المسيح الكفاري لأجلنا لأنه هو وحده الذي ليس بأحد غيره الخلاص فخلينا كمسيحيين من فضلكم نبعد زي ما قلت في الآية عن كل تحذب عن كل طائفية لأن المسيح المؤمن يشغله فقط أنه هو خلاص الآخرين والصلاة من أجل آخرين فإحنا كمسيحيين نحيا بحسب تعليم المسيح وأنه نقف في مكاننا الصحيح اللي الرب عايزنا فيه وهو الصلاة والتشفع من أجل خلاصهم خلاص الطرفين ومن أجل سلام وسلامة البلاد اللي إحنا بنعيش فيها ودي وصية الرب لنا أنه نصلي من أجل سلامة الأماكن سواء اللي بنروح ليها في الغرب أو من خلال الهجرة أو البلادنا اللي إحنا عايشين فيها نصلي من أجل سلامهم فما فيش حد ياخدنا بفكر ولا كره لده ولا كره لده لأنه اللي اتنين قضيتهم قضية دينية لكن أنت كمسيحي قضيتك قضية روحية وهي خلاص هذه النفوس أنت كمسيحي بتعمل مع الله الكتاب المقدس بيقول عاملين مع الله أنت كمسيحي تعمل مع الله تقف في جانب المسيح وهو السلام وهو الخلاص والنجاة لكل شخص لم يقبل رب يسوع المسيح وبعيدا عن الخلاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة